وأضافني أن أي رهان على ترتيبات في غزة أو بشأن القضية الفلسطينية من دون حماس وفصائل المقاومة هو وهم وسراب إن أي رهان على ترتيبات في غزة أو في القضية الفلسطينية عامة دون حماس وفصائل المقاومة هي وهم وسراب هي وهم وصراب وإنني من موقع المسئولية التاريخية أدعو الدول العربية والإسلامية إلى التحرك في موقف حازم لإسناد شعبنا في معركة